نشخص بقى ضغط الدم صح لازم نقيسه صح تعالوا نوريكم فيديو ايه هي الطرق المختلفة والدقيقة لقياس ضغط الدم هنا ممكن نتقاس الضغط بوسطة ممرضة او طبيب متخصص في العيادة او في المستشفى هنا المريضة نايمة في حالة استرخاء الممرضة غسلت ايديها الاول ونشفتها بصوا بقى دي نقطة مهمة اوي لازم يكون مستوى الزراع اللي بيتقاس فيه الضغط عند مستوى القلب يا ما انفعش يبقى الجهاز محطوط لتحت او لفوق فحطت هي مخدة صغيرة عشان تخلي مستوى الايد عند مستوى الجهاز بتلف الكاف الكاف دي لازم تبقى مش تايت اوي يعني مش لازق اوي على الدراع ومش لوس مش واسعة اوي وبالتالي كل جهاز ضغطي ليه مقاس وكل جسم بين ادم ليه هنا بتقيس الضغط الممرضة الاول بالطريقة البالباتوري انها بتحس الشريان اللي موجود في الايد وبتفضل ترفع الضغط تدريجيا لغاية لما تلاقي نبضة هذا الشريان اختفى هذا الرقم بيعبر عن الضغط العلوي او الانبساطي فضت الهواء اللي في الكاف وهتحط ايديها على الشريان اللي موجود عند الدراع عشان تحسوا لان ده الشريان اللي هتحط عليه السماعة لان هذا الشريان مكانه مش سابت في كل البشر حطت السماعة وبدأت ترفع الضغط لحوالي عشر درجات فوق الضغط اللي يقسته بطريقة النبض الاولاني وهتبدأ تنزل الضغط تدريجيا لغاية لما تختفي الاصوات اللي بتسمعها في السماعة وده بيمثل الضغط الانبساطي من الطرق الاخرى اللي ممكن نستخدمها في قياس الضغط لاجهزة ديجيتال اللي بنستخدم في البيوت نفس الطريقة هنربط الكاف ولازم تكون كاف مزبوطة على مقاسي اليد في منطقة فوق ها الزراع بحوالي صنطي ونص او اتنين صنطي ولازم الجهاز يكون عنده مستوى ايه القلب ويكون الانسان مسترخي ما بيشدش عضلاته ما بيتكلمش ما بيعملش مجهود ده الجهاز الديجيتال بيقرأ أرى 120-80 فيه اجهزة تالتة ديجيتال برضو وده بيستخدم عن طريق المعسم الفيديو ده بيوري لكم الستة اولا بتزبط الجهاز بتتأكد من بطارياته بتزبط التاريخ والزمن لان الجهاز دون فيه ميموري تمام هنا بقى دي نقطة مهمة جدا قبل ما تقيس الضغط لنفسك في البيت لازم تسترخي خمس دقايق على الاقل ما تدخنش ما تشربش شاي ما تشربش قهوة ما تتكلمش كتير وهتاخد القياس وهي قاعدة مرتاحة الستة دي خدت راحة واسترخاء يا ما ينفعش خش من برة من الدار للنار شالت الساعة اللي في ايديها وحطت الكاف وبرضو الكاف دي المفروض اهي فوق المعصم بحوالي واحد سنتي في هذا الاتجاه ومادة ايديها وهي مسترخية تماما وثابت الجهاز يئيس الضغط وخده بالك وهنا بيؤكد على ان الجهاز لازم يكون على مستوى القلب وحدوس هياخد القراءة اثناء القراءة ما تتحركش ما تشدش عضلاتك ما تتكلمش ما تنفعلش وهكذا ويفضل ابعاد الاجهزة دي عن اي جهاز تاني يعني زي الموبايل ان الاجهزة دي بتتأثر بالموجات الكهرو مغناطسية اللي ممكن تتأثر بياء القراءات هنا بتكتب الارايات بتاعتها او بتخزنها على الجهاز خلاص يبقى انا ممكن اقيس الضغط في المستشفى او في العيادة تمام عن طريق طبيب متخصص او ممرضة متمرسة في قياس الضغط زي ما شوفنا او نقيسه بالجهاز الديجيتال اللي بتحط على اليد او عن طريق المعصم طبقا للقواعد اللي احنا شوفناها في حاجة اسمها تأثير المعتف الابيض او الوايت كوت افكت مجرد دخول المريض عند طبيب او مستشفى او عيادة او حتى صيدلية لقياس ضغطه بيرتفع ضغطه عشان يتخلصوا تأثير المصحة